في وضح النهار وأمام الأنظار في شوارع النجف سجلت كاميرات المراقبة أحدى عمليات السرقة لحقيبة إمرأة على يد عصابة تستقل الدراجات النارية لتنفيذ جرائمها هي واحدة من عديد الحوادث المتشابهة وبذات الطريقة حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة الإيطاحة بأحدى العصابات المتورطة في ذلك ألقت قوات الأمن في محافظة النجف الأشرف قسم مكافحة إجراف النجف وبإشراف مباشر من قائل شرطة المحافظة اللواء على جابر هاشم القبض على عصابة مختصة بسرقة الحقائب النسائية العصابة متكونة من ثلاث أشخاص تم القبض على أثنين وجار البحث عن الشخص الثالث طبعا بعد جهد أمني كبير جهد أمني واستخباري تطلب نصب كماء لمدة خمسة أيام مع الرجوع إلى كاميرات المراقبة الفيديوية وعلى مدى الفترة الماضية شهدتها القيادات الأمنية في النجف تغييرات عديدة أملا في ضبط الأمن والحد من الجرام المنظمة التي لم تنقطع في وقت تتصعد فيه التأكيدات على أهمية الحفاظ على استقلالية الأجهزة الأمنية وقياداتها من التقسيمات الحزبية والسياسية في إدارة مفاصل الدولة ومنها الأمنية والاعتماد على الكفاءات بتولي هذه المهام لا بد اليوم على وزارة الداخلية الحفاظ على استقلالية الأجهزة الأمنية من التدخلات الحزبية ومن المحاصصة الحزبية المقيتة من الضروري جداً اختيار مدراء العامين، مدراء الأقسام، مدراء الشعب الأجهزة الرقابية الأمنية من الشخصيات الكفوة المستقلة بعيداً عن التدخلات الحزبية الملف الأمني أكو بيه خروقات وأكو بيه ضباط وأكو بيه ضباط طابعين لأحزاب والأجهات سياسية متنفذة بالدولة لأن نشوف أكو عصابات وأكو جرائم واللي يرتكبها يطلع سلامه وكل شيء ماكم وللحفاظ على المؤسسة الأمنية وسمعتها يدعو مراقبون أيضاً إلى ضرورة متابعة أولويات أفراد تلك المؤسسات يأتي ذلك بعد الكشف عن تورط عدد من الضباط والمنسوبين في عصابات الجريمة وتزعمهم لها للتغطية عن جرائمها المتسلسلة وفي ظل عمليات الكر والفر بين عصابات الجريمة المنظمة والقوات الأمنية يبدن نجافيون تخوفهم من فقدان السيطرة على الملث الأمني في مدنهم على الرغم من استمرار الإطاحة بالمطلوبين بتهم جنائية خطيرة من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر